أعلنت السلطات التونسية إنقاذ 139 مهاجراً وانتشال 14 جثةً قبالة سواحل صفاقس وقالت السلطات إن غالبية المهاجرين من دول إفريقيا كانوا قد انطلقوا ليلاً على متن مركبين في محاولة للوصول بشكل غير قانوني إلى أوروبا تفاقم أزمة المهاجرين غير الشرعيين عبر المتوسط وتجدد حوادث الغرق دفع المجلس الأوروبي لشجب ما أسماه عدم وجود إرادة لدى الدول الأوروبية في وضع سياسات لحماية المهاجرين الذين يعبرون البحر المتوسط ما يتسبب بخسارة آلاف الأرواح البشرية تمثل الهجرة السرية وغير الشرعية مصدر قلق مستمراً للدول الأوروبية حيث وصل إلى الأراضي الأوروبية عام 2019 أكثر من 123 ألف طالب رجوء حسب إحصاءات المنظمة الدولية للهجرة غالبية الواصلين جاءوا إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط ليسجل عام 2019 أكثر من 105 ألاف مهاجر ركب 14 ألفاً وخمسمائة منهم البحر من ليبيا وتونس بالنسبة للطريق الشرقي المتوسط وخاصة بين تركيا واليونان وقبرص فهاجر عبره 66 ألف مهاجر وهو ضعف الرقم في عام 2018 ويمثل البحر الأبيض المتوسط أختر طرق الهجرة في العالم ففي الفترة بين يونيو 2019 ونهاية 2020 أحصت المنظمة الدولية للهجرة أكثر من 2600 حالة وفاة لكن هذا الرقم أقل بكثير من الواقع لأن حالات الغرق لا ترصد في أغلب الأحيان ترجمة نانسي قنقر